المؤرخ والأديب والكاتب جعفر السقاف الحضرمي عاش حياته مليئة بالعلم والعطى ولمعانا في الجانب الإعلامي بالرغم من تجاوز عمره المئة عام إلا أنه لا يزال بكامل حواسه الخمس التي وهبه الله إياها أطال الله في عمره وصحته طاف بنا المؤرخ السقاف وعرفنا على مكاتبه الثلاث التي أنشأها والتي تحتوي على المخطوطات والمطبوعات والوثائق والمعاهدات لدي ثلاث مكتبات فيها مخطوطات وفيها مطبوعات وفيها مطبوعات طبعات قديمة أيام الهني مكتبات خاصة بالأنساب ومكتبات خاصة بالوثائق الديكومونس المعاهدات التي بين الدولة الكثيرية وبريطانيا هذه الصورة لما رحت الحاج إلى ألف وتشمه واحد وشبعين وقابلنا بنلك عبد العزيز أهل سعود أنا ولي العهد الدولة الكثيرية الأمير أحمد بن جعفر روح نسا ألف وتشمه واثنين وخمسين هذه الصورة ونحن عند الملك عبد العزيز في الرياضة في المصمك قابلنا بنلك عبد العزيز ونزدنا ضيوف عليه في ذلك الوقت قال له ما أدنا مالاتك الحج خلال عقود ماضية عمل المؤرخ السقاف مراسجا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إبان الحرب العالمية الثانية ومراسجا لإذاعة بولندا ومجلة العربي الكويتية وإذاعة عدن ومراسجا لعدد من الصحف الدولية واليمنية الأخرى إلى جانب هذا ظل المؤرخ السقاف محتفظا بآلته السينمائية الكاميرا والتي تعود إلى عام 1946 أنا سعيد جدا أن أتحدث إلى أقناتي السعيدة المحبوبة أتحدث إليكم وأرجع بذاكرتي القرى ما قبل ثمانين عاما يعني عندما اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية كنت أنا مراسل للبي بي سي في الإعلان وكنت مراسل أيضا لإذاعة عدن وكنت مراسل لعدة صحف مجلة فتات الجديرة مجلة الفجر مجلة الفكر مجلة الإعلام مجلة الطلعة في المكلة إلى آخر فأنا إعلامي من الدرجة الأولى ويمكن أن أكون أول إعلامي الحمد لله أن في هذا السن الوالد في صحة وعافية وصحة وعافية ويتمتع بالذاكرة وهذا شيء منه من الله ربه سبحانه وتعالى أما أنا بالنسبة لي فكنت مرافق مع الوالد في بعض الرحلات الثقافية والمعارض الدولية فلقد استدعي الوالد للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للمخطوطات والتراث والتراث والوثائق النادرة المؤرخ الثقاف له مشاركات دولية في المخطوطات والوثائق النادرة جهد كبير قام به خلال عشرات السنين وما زال يتمتع بكامل قواه البدنية والذهنية شخصية كهذه أثنى عمره متسلحا بالعلم والمعرفة جدير بالسلطات في المحافظة أن تهتم بها وتحافظ على مثل هذه الشخصيات ترجمة نانسي قنقر